المناعة تتعرض أجسامنا بشكل يومي إلى الكثير من المايكروبات باختلاف أنواعها فهل تعلم ما هو الجهاز المسؤول عن حمايتك من هذه الأجسام الضارة؟ وكيف تتم عملية الحماية هذه؟ إنه الجهاز المناعي، ذلك الجهاز الهام والمعقد والذي يعتبر الجبهة الدفاعية المسؤولة عن حماية جسم الإنسان من أي شيء غريب يدخل إليه مثل البكتيريا والفيروسات وذلك من خلال استجابة خلايا الدم البيضاء لباقي أجزاء الجهاز المناعي تركيب الجهاز المناعي يتكون الجهاز المناعي من الأجزاء التالية العقد اللنفاوية ويمكن العثور عليها في كل مناطق الجسم وتتمثل وظيفتها في تصفية السائل اللنفاوي قبل إعادته للدم والحفاظ على الحجم الطبيعي للدم والضغط في الجسم الغدة الزعترية والتي توجد بشكل كبير إلى حد ما عند الرضع وتنمو حتى سن البلوغ ومن بعدها تبدأ في الانكماش ببطء وتحل محلها الدهون مع التقدم في السن نخاع العظم وهي الأنسجة الصفراء في وسط العظام والتي تنتج خلايا الدم البيضاء ويوجد في عظم الفخذ الطحال وهو أكبر جهاز لنفاوي في الجسم والذي يوجد على اليسار أعلى المعدة حيث يحتوي على خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى أو المرض كما يساعد على السيطرة على كمية الدم في الجسم اللوزتان وهي زوج من كتل الأنسجة اللينة وتعد جزءا من الجهاز اللينفاوي نظرا لدورها في الاستجابة للعدوى الخلايا البيضاء وهي خلايا الدم البيضاء والتي تمثل حوالي واحد في المئة من مكونات الدم ولكن على الرغم من ذلك فإنها تعتبر الذراع الثاني من الجهاز المناعي حيث تكمن وظيفتها في الاستجابة لباقي أجزاء الجهاز المناعي والآن كيف تقوم خلايا الدم البيضاء بدورها يبدأ تشكيل خلايا الدم البيضاء باستمرار من نخاع العظم وتنمو داخله ثم تخرج إلى الدم حيث تبدأ رحلتها في جسم الإنسان والتي تستغرق بين ثلاث إلى اثنتين عشرة ساعة حتى تصل إلى الأنسجة الأخرى والتي تعيش فيها من يومين إلى ثلاثة أيام فقط وخلال رحلة خلايا الدم البيضاء هذه فإن تكون في حالة دائمة من البحث عن العدوى فعندما تطلق البكتيريا المواد الكيميائية لها تبدأ خلايا الدم البيضاء في تبطيء حركاتها لتلتصق بجدران الأوعية الدموية ثم تدخل إلى النسيج المصاب وتستمر بتتبع الإشارات الكيميائية للعدوى ونتيجة لقيام الجهاز المناعي بتغطية البكتيريا بالمضادات فهذا يجعلها جاهزة للابتلاع من قبل خلايا الدم البيضاء وتحتجز داخلها وبفعل الإنزيمات الهاضمة الموجودة داخل خلايا الدم البيضاء فإنها تقوم بقتل هذه البكتيريا وهضمها وبهذا تكون قد أنجزت مهمتها وبالتالي يتقلص حجمها وتنقسم إلى أجزاء صغيرة لتبدأ رحلتها في البحث عن عدوى أخرى